اشتركوا في القصة عيشة عبدي ان القصة ديالك اللي بغيت تتقسمي مع المغربة واللي قلتي قصتي بغيت تكون للعبرة وماشي للفرشة شكرا لهاد الفرشة اللي كتعطيني انا عيشة مواطنة مغربية بحالي بحال جميع الناس كانت عندي 28 عام فاش وقع الحادث اللي بدي الحياتي يسفاها على علاها كما قلت لك كنت مواطنة عادية كان عيش حياتي عادية جدا ولدت ربيت في عائلة بحالي بحال جميع المغاربة ابو ام ولكن ما كملتش فرحتي لانني فقت والدية وانا عندي 9 سنين مت الوالدة وانا عندي 9 سنين عامة بالوالدة والوالد عام مت الوالد الله يرحمه نك ساعة عندي 10 سنين هذه كانت اول صدمة في حياتي انا تفقدت والدي كنت بقي صغير ما شي سهلا ما شي سهلا ما شي سهلا تمنيت لو كان انهم بقى وعشت معهم انا وخويا وفرحنا وكبروا وحاولت انني نعوض لهم شوية ونشوفهم قدامي ونحن عليهم بزاف الحواج نديرهم لهم ولكن للأسف من هذا المنبر كنقول تهلا فوالدكم لا تشعروا بالقيمة ديالهم وحتى كنفقدوهم لم يكونوا احدنا بصاحب ونصحوا فينا نحن كنو فمت غير ناجين كمتا نقولوا لا ولكن الوالدين عمرهم ما كيتعوضهم كنت اكتر ناس كيبهولك الخير هم الابديك هم الابديك ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد هذه 16 ماي جمعة 16 ماي 2003 هذيك الوقت كنت انا اخذ دعم كنت جمعة وكملت الخدمة ديالي فهذه الوقت كنت ديجا كنت كن ابوح ديالي والاخ ديالي كنت كن كنت كن خرجت مع الاصدقاء ديالي باش نتعشاو وللأسف كنت الليلة مشقومة مشقومة بزاف وحنات نتعشاو وخا كنت قاسة نتعشاو وانا شخص كانت انا بحاجة تصلك بحاجة ناما وانا بحاجة التي تعشت تعشيت وبقيت كانت ديسير ديالي صالات دفخوي كما قلت حتى شفت واحد الشاب أحد الطبلة ديالنا ما حسب ليش واش هادك هي آخر هادك هي اللحظة اللي غد تبدل حياتي هو يفجر رأسه سمعت غي واحد انفجار قوي باقي الصوت الان ديالو في دنيا والله العادي ملا باقي الصوت الان في دنيا وقلت مميمتي وفقدت الوعي وفقدت الوعي شي شوية وحلت عيني عشان قولك شفت الناس حدايا ميتين حمشتت الناس ميتين عشان ما قدرتش اختين ما فكرتش هذيك الساعة نوقف ولا ما عرفتش عشانو ما عرفتش عشانو طراب بالضبط ما عرفتش ما استوعبتش مهم ما حاولش انني نوقف بقيت غيتا نكحز باش نبعد على ذاك العافية وعلي ذاك الناس اللي كان وحدايا فهذاك فهذاك الفترة اللي انا كان كحز كيدخول واحد السيد ونشده من رجلي كان قولي الله يجازك بخير عافك عافك عطقني بعدني على ذاك السقف اللي كان ديال احد الباش كان في ذاك العافية غادي تطيح قلي اخترا ما نقدرش نهزك حيش اللحم ديالي كله كان محروق ما عندوش كي بحلة طيب ما قلت لي غيحة فك غيحة واني اللي رحم الوالدين وبقى عقل علي مسكين الله يجازي بخير اللي شافني وعرفني سنشكره من هاد المنبر والله العادي قليلا قلت نفق واحد ده تجيه من هاد جيه وبخيت تنسمع احتجيليمي بومبيئي ودون سبيطار واني كنسمع الانين والاوجاع تعلن الناس والغوت حتى ما بعد شاقلت على راسي فقط الوعي اه اه تحرقتي كل دك انا الرجل لي الي سرعت قطعت الرجل لي من لي كان غي تهياء كانت مضربة بززايف كانوا غاي قطعوها ولكن حاولوا انهم قردي وهالية دبق انا رجلي مكتناش العين ديالي ليس رام شالي البصر كش كنشوف غير النصد العين السمع كذلك لان ذاك الصوت القوي شن اخر عندي حروق وسيكاتريسات باليغة في الجسم ديالي والحمد لله تنحمد لله وتنشكر على الطفل الله لدرجة انني ملكنت هنا انا في ابن ورشد طبيعي بقى العائلة لا يستعيش هتسيدة كتسنغي ساعتها كانت الحالة خاطيرة جدا جدا اشغانقول لك اختي ما بقيت عقلتها نوتراليهم الظهر العادية ما بقيت عقلتها نوتراليهم انك صافي مشيت كومة ذلك الساعة جاسيد مالله ينصروا وطول هنا في عمرو جلس بيطار باش يشوف ولداته مساكن يواسيهم في ذاك الازمة ديالهم قرر بان جوشت الناس اللي كانت الحالة ديالهم خاطيرة انهم مشوا يدير الفرنسي يتعالجوا من بينهم انا وولد السيدة الخمال اللي للأسف ضروف صحية دياله تدورات ومسكين الله يرحمه وتتوصى انا مشيت بقيت كومة شهر وشي حاجة الانعاش بقيت خمس شهر وانا في الانعاش من اللي حلي تعيني كان نسمع الانفرمياخ في السبيطار كانت قولي يا بونجور وفزيطة بيتيسال بيتخيارة باري كانت تدعيني وانا قولنا جابني الباريز وكيفاش فهمتي ما ما تسوعبتش كان قوليهم فينا هو ديسير ديالي حجة ذاك الماما اللي بقع فيه ذاك الانفجار كنت كنت ديسير ديالي صالة دفخوي بقيت عندك بحل الوقت توقف بحل الوقت توقف وحق الله العادي بحل الوقت توقف قلت لهم فينا يصال الدفخوي ديالي حاولوا باش يفهموني بأنني راها مشيت لي يا رجلي وتنقول لهم ماشي مشكل حيش مستوعبش حيش مستوعبش رجلي مشات تنقول ماشي مشكل كنت شغان قولك في واحد الحالة حتى المثال اللي كانوا في ذاك فشافوني في الاول الطب اللي مشيت عندهم في صالة بيتخياغ من اللي شافوني من بعد ما تيقوش كيف شوليت حين كنت في واحد الحالة حارجة جدا جدا بزاف ما عارف كيف شغالي نوصفلك كنت كلي 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 تيوات كلي مشالي شعري مشالي شفاري مشالي حجباني كلي منفوخة كلي محروقة احتوذ مقال بازالة غادي نوقف ومازال غادي نتنفس ولكن كنقولها وتنعودها الى انا اليوم هنا ففضل الله سبحانه وتعالى وفضل صاحب الجلال الله ينصر وطول واللي نعمره وكنت منا تجيشي فرصة تانية لي باناني نشوفه ونشكره مباشرة والله العادي راه ابدياننا والله تنقول اب واحد زعمه مدابية مدابية نشوفه شفته واحد المرة وسبحان الله اشغانقولك احساس غريب اللي كان وقفه قدام سيدنا الله ينصر وطولنا في عمره دونك من مراها من مراها شغانقولك عانيت ودرت عمليات كثار على رجلي على عيني عندي دكولي زكلاف اللي كامل اللي حدي يومينا هذا اللي باقين بحطاتي خرج وما زالت ندير عمليات غير العمل اللي دات درت عمليات على رجل اللي مقطو عليها كانت فيها انفكسيون درت عليها عمليات ودرت ولك الحمد لله الله يجعل لي مغفرة التنوب الحمد لله درت عمليات درت عندي واحد السيكاتريس في رجلي درت عليها جوج ديالي غرف اللي غرف اللي ولا متمشاتش اللي غرف التانية الحمد لله اللي حيدوا اليمن حسنوا لي شعر ديالي باش خداوا ديك الجلدة ديالشعري هي اللي داروا لي في الغرف الحمد لله وشكر الله انجحات العمليات هاتي كله في فرنسا هاتي كله في فرنسا برعاية صاحب جل الله انصره وطولنا في عمره بالتدخل كنت شفت تحت ليل فرصة في 2004 شفت رئيس ديال فرنسا جاك شيراك الله يرحمو اللي كان صفت لي واحد البريا وقال لي راها جيببالي دووتر بخصون اوغوا كالوزامي سوما بخوتكشون اللي زع ما فرحاتني فرحاتني بزاف هادك هادك الرسالة بانا سيدنا ديما متابع امورنا وف الفين وستة سيدنا الله ينصره امر باش اناني يعطوني واحد شقة اللي كان شكرو عليها بزاف وعطى الاوامير ديالو كذلك بانا ناخد قريمة ولكن حطيت الدوسي لانا دي قلت لهم من الفين وسبعة سمحي لي اختي الفين وسبعة حطيت الدوسي لالقريمة جاني البحث عن ترك الملاكي اللي في عين دياب دوستو ولكن للأسف لحد يومين هادا ما عندي حتى شي خبار على داك الدوسي لالقريمة ديالي مشيت طلعت للرباط سولت كيقولي حقا بقي ما كينوالو ذوك ما يمكنش لحد يومين هادا ما ما نستفدش من هادك القريمة اللي هي حقي غي باش نعيش انا ما كنطلبش حاجة كنطلب غير باش نعيش و انا اليوم بقي مستفدش من تعويضات المادية تعويضات مادية مستفدش منها ذوك في الفين وسبعتاش تلقت سيدنا مباشرة تلقتهم مباشرة الله يطولينا في عمره و قلت لي هانا سيدنا محتاجك و قل يا شنو حب الخاضر شنو بغيتي خدامنا عندي خدامنا عندي نمرة ديالي فعلا تصلوا بيا و قالوا لي قالك سيدنا شنو بغيتي ديرت الطالب ديالي اللي في انني بغيت القريمة اللي حاطة دوسي ديالها بقى ما جاتش و بغيت تعويضات المادية ديالي هادش اللي طلبت من سيدنا الله ينصروا و طولي عمره دونك صفت لهم جميع جميع الطالب ديالي كما قال لهم سيدنا قالوا لي يا صفت لهم ولكن لي حد يومين هذا من 2017 ما توصلت بحتى شي جواب انا كان عرف بان سيدنا الله ينصروا عنده مشاغل كبيرة الله يطول لنا عمره دوسي دياله ولكن للأسف انا كان الناس اللي متابعين دوسي ديالي ما اعطوني حتى شي خبار دونك انا عارفة ما يمكنش انساني ولكن الله الله يطولنا في عمره عنده مشاغل كبيرة و اعطى الأوامر دياله اللي ما كان دون متنفداتش دونك انا من هاد المينبر اليوم كان طلب من المسؤولين يعطوني تعويضات ديالي يشوفوا الدوسي يدوزوه في اقرب وقت لاني محتاجة لهاد تعويضات واخا ما غدش ترجع ليا رباة إجياء رشبابي ما ترجعش لي رجلي ما ترجعش لي صحتي ما غد تعويض لي المعاناة اللي عانيت وكان عاني و 하겠습니다 ما غادي نعاني ما غاد ترجعاش لي و لكن علي العلاقل نعيش بكرامتي نطلب غير تعويضاتي المادية باش نعيش بكرامة و مكننطلب بانكنة شي حاجة اخرى وiamo طلب المسؤولين يأخذوا بعي الاعتبار بأنه إذا كنتوا تضعوا دي الدوتي كتخليهم على الجانب الرفوف كتطلح اليوم الغبرة ولكن الناس راه كتعاني الناس راه كتسوفري وعارفين همش باش عايشين وكيفاش عايشين وكيفاش كيقاصي وكيفاش كيقعاني وكيتلبوا غي حقهم أنا ما تنطلبش حاجة أخرى تنطلب غي حقي وخاتك شي اللي غي يعطوني قليل في حقي قليل في ذك شي اللي ضع لي راه ما اللي وقع لي الحديثة كان 28 عام يعني في الشابة في مقتبل العمر بحالي 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 جميع البنيتات اللي كان عندهم طموح كان عندهم إذا ما بغين يديرون استقبال بغين يكونوا راسهم بغين يديرون شحامل حاجة تتلقي راسك كنتي بخير على خير تتلقي راسك إنسانا كلك سيكاتريزات انديكابي كيفاش غادي تديري بلا وليدين بلا كما كان قولوا ما عندي علامة تسند عندي غير عصي ما عندي علامة تحطر بلا كنتي بخير ما الذي سيضقه عليك هذا الوقت لك لا أعطيك شيئا حتى واعد ما أنا كنتطلب غير حقي ما كنتطلبت شيئا أخرى غير حقي اللي كنتطلبها اليوم لأنها 21 عام 21 عام إيه سافت من شقة لعطيها يا سيدنا الله ينصره وبالأوامر تنفد كل شيء كنتطلب غير أن سيدنا ينظر في الأمر و الناس اللي عندهم الدوسة ديالي و اللي هو أخذي الأوامر من عند سيدنا ما تريدتو ما تريدتو داك الدوسة كنتطلبهم يتريدتو و في أقرب لأني في حاجة لهذا الحق ديالي حاجة باش نعيش بك كرامة لا ما كنتطلبتشي حاجة أخرى بغيت غير نعيش بكرامتي بغيت غير حقي حقي هو اللي كنتطلب اليوم كنت مننا كانت عندي سحرة غدي النظور كنت عندي سحتي اللي كنتخدامة بها كنت تقاتل مع الوقت كنت تقاتل مع الوقت كنت شهر نخلص الكرة و شهر ما نخلصه حتى نعود نخدم و نجمع الفلوس و نعطي المولادة الكرة اللي كنت نشكرها من هذا المنبر مسكين الله يرحمها على مساعدتها هي يعني فهمتي يعني كنقول أنا نحاول الانتحال ثلاثة المرات من مرة هذه الفاجعة لماذا؟ لأنك تقولي أنا كنت بصحتي و كنت تقاتل مع الوقت و كيفاش تخيل انتي واحدة رجليها مقطوعة رجل الخورة مكتتناش الظهر ديالها كي ضرها كان بكترة المشي معا ما كان مشيش مزيان لكولون فيقتيب غال ديالي كتترني عيني ما تنشوش بيع مزيان السمع ديالي كي يقدير يميغان قويين ما كان نقدرش نهاز الزرات بعد خطرت من نوتش الأوجاع ديال البخوتز اللي ما كان نقدرش بعد خطرت الله العظيم اللي كان دير البخوتز عرام باش نقدر نوقف كان بغطات كنلبس البخوتز أقسموا بالليلة كنلبس البخوتز بحلا كان عيني كان وقف عليها عيني كان وقف عليها و عدت خيلي رهنتي مرغو تحسي بي أنك كما قلت لك 28 عام كتلقي راسك كلك سيكاتريسات كتلقي راسك مقطوعة لك رجلية كمحروقة يعني كيفاش شكو اللي غايبغيك ولا في ذك الطموح ديالك ولا ذك شي اللي كتبغيت تديري بغطت جري معاهم تنتي بغطت لعبي معاهم بغطت لعي الدروش بغطت لعي غيس لهم بوتي جبديش حاجة من الفوق ما تقدرش تديريها حتى اللي تخوصبوغ فينا اللي تخوصبوغ هنا باش تقدر يتركبي طاكسي دابا نوقف والله العظيم إذا كان وقف بالسوعة باش تنيني طاكسي البلاسة القدامية وبعد الأحيان كينين بعد طاكسيات كيكونوا صغار وبلاسة القدامية ما تقدش والله العظيم اللي كان بغير الكب كانت تلاح جهة الشيفور كانت تدير بحالك باش ما ما نقول لك باش نتلاحب هذه الجهة باش ندفع الشيفور مسكين ونقدر نديري ونقدر ندخل رجلي أرى معاناة يومية أرى ربي لك علم بها ما غير علم بها شيء واحد رأى أنك كانت تبدل البنسمن في رجلية واحدة سيكاتريس خمس سنين تخيليها أنت خمس سنين فيما غادة غادة بدوية خمس سنين كتبدي فاصمة كل نهار ما خات عيش ما خاتش ما خاتش ما خاتش ما خاتش تقولي باركة من العيث عيث بغيت نرتاح بغيت نموت باش نرتاح من هذه الألم من هذه العذاب التي تتعلم بها أنا رادي بقضاء الله ولكن بعض الأحيان كنت ضعفه سبحان لي لم يضعف لأن الحياة تضعفها بها واختش بغيت بغيت لا تبقى فيها جاد لا تبقى فيها جاد بغيت نرتاح نرتاح بالألم لدي دولوغ فانطوم دولوغ فانطوم هي الرجال المتضع 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 لك رادي لدي رادي مزع رادي ورق جدا من دولوغ فانطوم الزادي المتضع ويصدر لدي رادي راه في المتضع هي الرجال ..يحصل مزودة في حترة بأنك لا تحسي بأسلحها وكنا أعطيك عندما أعطي مرات كينة ويريد أن أخفني بأسلحها ويريد أن أصدق وقفني أردت أن أقف و ونسيت أرسي أيضا لأنه لا يوجد أسلح المزيدة يعني تعاني هذه معاناة المتحدة لتبقى حياتي كلها اليوم نطلب انا ما بريت والوانو بريت حقي الحقيقي يريت يعيش بكرامة نعيش بكرامتي أريت نعيش تلك الشيطة من عمري دب عندي تتعود وربعين عام يعني يقع لي دكون شيء وأنت تبعي وعشين عام دب عندي تتعود وربعين عام يعني كنتك تكبري والبروتازا غيش بحدنا لنقدر شبقة لبسها للأسف يقدر يحضر النار أنا كانت عندي العملية وطولت ما بغيت نديرها عليش كان عندي تخوف تقول يقدر ندير العملية ويوقع عليها شي حاجة وما نقدرش نعود للبس البخوتز وبقيت شي عام وشي حاجة وانا تقولي يطبيب ندير العملية وتقولي هلا اليوم غدا حتى صافي ما بقاش صافي عندي كلام في كتير وصلت للعدم ودونك الميدسان غاليسي ايروجان باش تديري العملية لذلك أنا 49 عام ان شاء الله في شهر سبعة 50 عام لذلك سيأتي واحد من النار لما ننقش نستعمل بخوتز ونستعمل فوطيغولو لذلك هذه بعدها تكون صعيبة عليها لأنني كنت ندير الكرسة متحركة تكون واحد عاجز خور كبير يبدو ليزيسكار يبدو بزافتين معاناة خورا أنا اليوم بغيت ان شاء الله ما توصليش لها كانت منها كانت لبم الله بالليل و بالنهار يديني في الطرف من الصحيحة ديالي ما بغاش نتعدب كتر من هاد الشي وما بغيت نعدب حتى شي واحد بغيت الله يسترها معايا ما كانت لبتا شي حاجة أخرى بغيت غير نعيش اللي بقي في عمري بخير وعلى خير وما كانت لدي شي أعود لي حياتي وذلك شي غير نعيش نخلص اللي عليها ونعيش بخير ونشري ذلك الشي اللي خاصني المتعدمات وذلك الشي اللي غير يخصني وهذا الشي اللي كنت طلب غير الحق ديالي أنا ما كنت طلب شي شي حاجة أخرى غير حقي غير أن السلطات إطريتي ودوسي ديالي في أقرب وقت ويعطيوني القريمة ديالي ونعيش مستورة هذا الشي اللي كنت طلب حشوما الناس كتعاني وما عنده حقها ونصبت صحتها ولباس عليها وكتستفد من ذلك الشي اللي خاصة الناس المحتاجين يستفدون منه للأسف هذا الشي كين نصبت صحت لباس عليهم عندهم قريمة كيتمتعوا بهم وعندهم مرزقهم خير من الله يزيدهم أريد أن نقول الناس كين يمساكن أريد أن نعيش مستورة وبكرامتي لأنه حقي لأنه حقي مستورة لم يكن فهمتي لم يكن صدق ومشيتي ومشيتي ماذا يقولون أنا درت محامية العملية لحطات الدوسي ديالي حيث الوكالة القضائية كانوا أطلبوا مني واحدة البيضة بأنني من ضحايا 16 ماي يجب أن نقلب عليه بأنني لم أجد راسي مقيدة في السجل لذلك قالوا لي يجب أن تطلب الوكيل المالك لكن يستمعوا لي استمعوا لي استمعوا لي في المعارف في 2015 تحول الوكيل المالك لكي يوافق عليه أنا دوسي ديالي راه في الوكالة القضائية بالرباط الوكالة القضائية وملك يتكلفوا لكي تعويضات المتضررين بحالي ويعطوا تعويضات للناس أنا دوسي ديالي لأنني محتاجة وكنت طلب كذلك فين كين دوسي ديالي القريمة ديالي يعطوه لي ما عرفتش واش خرجات وعطوه لشي واحد أخر الله أعلم أنا كنت طلب منها الإدارة اللي عندهم للدوسي ديالي القريمة التاكسي اللي ادرت طلب ديالها أنهم يعطوها لي باش نعيش بيالي أنهم ما عرفتش كورة خرجات ودهش يحد ولله أعلم وأنا قالسة كان عاني هنا مشيتش عندهم ديك البلاد؟ مشيتش حال هذي دبي الله إن شاء الله السمينة جاية إن شاء الله غدي نمشي للرباط باش نشوف الوكالة القضائية ونشوف هذيك الإدارة اللي عندهم لدوم ديالي كنت سمنى من هاد المنبر أنهم يعجلوا يعطوني حقي باش نعيش بكارامتي ما كان طلب حتى شي حاجة أخرى لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد